موسيقى 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 طبعاً هذا ليس بغريب على الشعب الأردني موضوع الإضراب هذا يعني هذا أقل ما نقدر نقدمه للشعب الفلسطيني وأهلنا في غزة يعني الإضراب مش لازم يوم إحنا إضرابنا دوماً بالقلب وإحنا دوماً معاكم ومستمرين بدعائنا لكم يومياً إن شاء الله رب العالمين إحنا عملين إضراب عشان أهلنا بغزة وقال إيش أصلاً نعمل إضراب لأهلنا بغزة ويوقفوا النار عليهم طبعاً أنا مع الإضراب نعم ولو يستمر كمان أكتر مدهة أسبوع حتى إن شاء الله يوقفوا للحرب على غزة الإضراب هذا يعطل حركة تقريباً صحيحة الحركة الإفصادية بتتعطل لكن المعاذرة أقوى المعاذرة أقوى إنه نقاذر المقاومة الفلسطينية وهمهم الله يا هذا الإضراب يعني ممتاج جداً لأهلنا في غزة وتضامنا مع أهلنا في غزة وإحنا مقول الله يا رب ينصر شعب غزة أنا مسكر والله تضامناً مع أهلي في فلسطين لو أنا مش فلسطين لو أنا يهودي بس اللي بصير صار إشي أوفر وتبالغ فيه وفيش حدا متل أحلة اليوم أنا وكل زملائي بسوق يعني بالسوق الأردني زملائنا كلاياتنا أضربنا عشان أهلنا بغزة بس عشان مبين موقفنا أو يعني لدعم أهلينا ما في أي سبب تاني إنه واحد يعني يضرب أو غير اللي بيشوفه وإحنا بنخسر تجارة هون بس غيرنا نخسر أهل نحن اليوم عاملين إضراب شامل عن كل إشي لأجل أهلنا بغزة ولأجل وقف أطلاق النار جميع نحاق غزة وهي أقل إشي أقل إشي بنقدر نقدمه لأهلنا بغزة